الطبقة الحاكمة في العراق فاسدة لا يرجى منها أي إصلاح هذا ملخص التقرير نشره معهد تشاتام هاوس البريطاني للدراسات فمن الصعب على قوى الإطار التنسيقي التي شكلت الحكومة الجديدة الادعاء بأنها إصلاحية عقب عقدين من الزمن أهدرت فيها القوى نفسها ثروات مالية هائلة معهد تشاتام هاوس أوضح في تقريره أن رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني يواصل تكرار خطوات اتخذها رؤساء الحكومات السابقة عبر إطلاق وعود لن يتمكن من الوفاء بها خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد والسبب أن القوى الداعمة له مسؤولة بشكل مباشر عن استشراء الفساد الذي تزعم أنها تريد القضاء عليه وبالتالي فإن السوداني لا يختلف عن من سبقه وسيفشل في المحصلة أيضا بسبب ارتهانه لسماسرة الفساد في الدولة الذين ينتفعون من ظاهرة الإفلات من العقاب وفقا للمعهد البريطاني ومع تنام الصخط الشعبي وانعدام ثقة العراقيين بالعملية السياسية يحاول السوداني منح حكومته الشرعية التي تفتقر لها عبر وعود بتهيئة عشرات الآلاف من الوظائف حيث يبدو تقديم الوظائف حلا سريعا لأزمة شرعية العملية السياسية برمتها لكن مثل هذه الأساليب فشلت باستمرار في معالجة المشاكل الهيكلية الأساسية في العراق أو تحسين مستويات المعيشة فلا يزال معظم العراقيين يعانون البطالة والفقر إضافة إلى نقص الخدمات على الرغم من ثروة البلاد النفطية الهائلة وفي ظل تخبطه أنشأ السوداني ما أسماها بالهيئة العليا لمكافحة الفساد وهي لجنة مشابهة لتلك التي شكلها المالكي ومن بعده لعبادي ومن ثم عبد المهدي وصولا إلى الكاظمي وهي مبادرات لم تفعل شيئا لمكافحة الفساد وبدلا من ذلك استخدمها شركاء العملية السياسية لابتزاز بعضهم الآخر بينما زادت معدلات الفساد عبر تخدم حزبي لضمان مصدر تمويلها الرئيسي